اشتركوا في القناة وشوفنا ملكوت الله على الأرض في الكنيسة المجاهدة وبعدين في ختام السفر بيشرح لنا أرشالين السمائية يعني ملكوت الله في صورته النهائية الملكوت السمائية ده هيكون من نصيب اللي بيغلب وكلمة يغلب دي اتكررت سبع مرات في السبع رسائل إن هي كانت محور الرسائل إن هناك إمكانية للنصرة وللغلبة بس علينا إن إحنا نجاهد ونتعب وكان آخر وعد خده ملك كنيسة لوديكيا إن اللي هيغلب هيجلس في عرش المسيح وبعدين هنا في الإصحاح الرابع بنلاقي المنظر ابتدى يغير وإذا باب مفتوح في السماء ويحنى بيرى عرش الله فالله أرى يحنى حبيبه التلميذي الحبيب أراه العرش الكلام اللي قاله يوحنى في رسالة لوديكيا عن المجد والعرش هو حق ونلاحظ في الرسالة بتاع كنيسة لوديكيا كان المسيح واقف على الباب وبيقرع على باب القلب مأفول قدامه في حين هو بيفتح باب العرش السماوي قدامنا باب السماء كلها وإحنا بنقفل قدامه أبواب قلوبنا فهذا الإصحاح يا حبائي والإصحاح الخامس اللي جاي برضو هنشوف فيه منظر سماوي ونشوف صورة الله الآبضة بطل الكل اللي بيحكوا يتحكم في كل شيء فسفر الرؤية هنلاقي فيه يوحنى وهو في المنفى والكنيسة بنتعاني من الاتهاضات بل إنه السفر اللي بيحمل لنا أخبار ألام كثيرة تعاني منها الكنيسة وربنا حب إنه يخبرنا بهذه الألام عشان يعلن إنه هو متحكم في كل شيء وكأن الله يريد إنه هو عايز يبلغنا رسالة إنه هو بيحبنا وهو متحكم في كل شيء مهما نقبلنا من ديقات ومن أوجاع ولكن يعد لنا مجد في انتظارنا نقرأ مع بعض الجزء الأول من الإصحاح الرابع بعد هذا نظرت وإذا باب مفتوح في السماء والصوت الأول الذي سمعته كبوق يتكلم معي قائلا اسعد إلى هنا فأريك ما لابد أن يصير بعد هذا وللوقت صرت في الروح وإذا عرش موضوع في السماء وعلى العرش جالس وكان الجالس في منظر شبه حجر اليشب والعقيق وقوس قزح حول العرش في المنظر شبه الظمرد بيبتدي الإصحاح بكلمة بعد هذا يعني هنا يحنى بقى خلص الرؤية الأولانية بينتقل إلى رؤية جديدة فبعد ما كان سامع صوت من وراء بيكلمه بيلتفت وشاف المسيح قدامه إلا أنه بيرتفع في درجة روحية أعلى وعشان يرى العرش فالأول بيقول إيه كنت في الروح يعني كان في حالة روحية لكن هنا بيقول إيه صرت في الروح دي درجة أعلى أنه هو دخل في حالة مش حالة روحية بقى يعني كله بقى حاجة روحية يعني بقى في درجة روحية أعلى يستطيع بيها أنه يعين العرش ويوصف لنا العرش ونلاحظ أنه هو هنا بالجسد ما تحركش زي ما هو ولكن بالروح استطاع أنه هو يسمو ويعلو ويصل إلى درجة عليا عشان كده الدعوة جات له بيقوله إصعد إلى هنا إصعد بالروحة بالروحة مش بالجسد الجسد زي ما هو ما تحركش من على الأرض لكن الروح هي اللي سمت وعلت وقدرت أنها تعاين العرش وتوصفه وهنا بنشوف قد إيه الروح له درجة كبيرة وعمل كبير في حياة الإنسان وبرضه هنا بحب أعلق أن من أجل هذا كنستنا الإبطية بتكثر لنا في أيام العبادة والصوم والصلاة صلاة طويلة وعميقة وجميلة من أجل أن هي تعطينا حياة روحية قوية نقدر نتمتع فيها بالسماء لأن طبعاً إحنا عايشين بالجسد والجسد واخد حقه عمرنا ما هنعرف نتمتع بالحياة السماوية الجميلة وأي تعزيات بناخدها هنا على الأرض بتبقى عربون بتبقى يعني مزاقة كده من الملكوت بتبقى حاجة تفتح شهية الإنسان إن هو يحب السماء أكتر ويفكر في السماء أكتر وبالمناسبة دي عايز أقول لكم إن إحنا لما بنجيب كلمة سماء في اللهوت يعني إحنا بنشرح بنقول عندنا ثلاث سماوات أول سماء هي سماء الطيور يعني أنت أرفع عنيك لفوق أتلاقي الطيور في السماء دي أول سماء تاني سماء اللي هي سماء الكواكب اللي ما ترفع عنيك لفوق بقى في الليل كده وتشوف الكواكب مالية السماء تالت سماء اللي هي الفردوس الفردوس مكان انتظار الأبرار فوق التلاث سماوات دول بقى فيه سماء السماوات هي دي بقى اللي فيها العرش فلما نقول سماء السماوات زي ما نقوله ملك الملوك يعني أعظم ملك يعني أو نقول مثلا نشيد الأنشيد يعني أجمل نشيد وأعزب نشيد وأحلى نشيد يعني لما نقول سماء السماوات نقول أعلى وأمجد وأعظم هذه السماوات يحنى صاحب القلب المملوء حب إنسان كله محبة شاف السماء فإذا كان هو لسه في الجسد وأعطي أنه هو يعين هذا المجد والسماء فما بالك بقلع ما يفارق الجسد ويدخل في الأمجاد هيشوف إيه وهيعين إيه ونلاحظ هنا أنه هو بيقول ما لابد أن يصير يعني ده اللي هو ربنا بيقوله يعني أي حاجة ربنا بيقولها لابد أن هي هتحدث نيجي بقى الوصف العرش زي ما شافه يوحنى بيقول وعلى العرش جالسون يا حكاية بقى على العرش جالسون دي يبدو أن يوحنى لما شاف المنظر انبهر أو يعني خدته يعني مش قادر يستوعب مش قادر يشرح مش قادر يوصف هو شاف إيه فراح لما عجزت معاه اللغة البشرية اللي بيتكلمها فراح إن هو شاف حد جالس على العرش واخدين بالكم يعني إحنا بنرسم سورة البنتوكراتور بقى كلمة البنتوكراتور يعني ضابط الكل يعني فبنرسم العرش وبنرسم المسيح جالس على العرش وليه بنعمله جالس؟ رمز للاستقرار رمز للثبات فيبقى جالس على العرش فعرشه لا يهتز زي عروش الملوك بتاع هذا العالم بسبب قدرته وسبب حكمته وسبب قوته وإنه يتغيرش في قراراته وضابط الكل بيتحكم في كل شيء ولا يخطئ في شيء فإلا إن طبعا كلمة عرش زي ما قلتلكم قبل كده ما لا تعني إن عبارة عن كرسي حد قاعد عليه لا كلمة عرش لإن الله لا يحد زمان ولا مكان هو اللي بيحوي الكل ولا شيء يحويه ولكن كلمة العرش بتوعني السلطان أو المجد أو القوة أو الملك فهو رئيس ملوك الأرض كلها وبيتحكم في قلوب الملوك والجلوس بمعناها الاستقرار والراحة يعني قبل كده لما قال ماشي وسط الكنيس معناها إنه هو بيعمل من أجل الكنيسة ويرعاها لكن هنا جالس بمعنى أنه مستقر ولا شيء أبدا يحز هذا العرش وبعدين ابتدى يوحن الرأى يوصف لنا العرش فقال بعض أوصاف جميلة ليها عمق لهوتي وروحي جميل بيقول إيه شبه حجر اليشب حجر اليشب ده هو حجر شفاف ويرمز لمجد الله وبهاءه وقدسته في نفس الوقت لبسطته ومحبته للبشر والله لا يحمل في قلبه إلا المحبة للبشر والبساطة هنا هي عكس التعقيد أو التركيب لأن مشاعر ربنا كلها محبة ومحبة فقط مفيش حاجة تاني طبيعة الله بسيطة لا يوجد فيها أي شيء يعكرها ويشبها بالكراهية أيضا شاف العقيق العقيق ده لونه أحمر وده يشير للدم والدم يشير للفداء فالله في حبه وفي بسطته ولكن هو سفك دمه من أجلنا هكذا أحب الله العالم حتى بزل ابنه الوحيد حتى لا يهلك كل من يؤمن به أيضا قوس قزح حول العرش هنا بقى بنرجع لقصة نوح وإزاي قوس القزح ده كان علامة عهد ومساق بين الله وبين الإنسان إن الله لن يعود أن يهلك الإنسان مرة أخرى فهنا بقى ظهر تاني قوس القزح حول العرش لأن عشان يعطي طمأنينة إن الله يتذكر وعوده ولا يريد هلاك الإنسان وتعدد الألوان يشير لتعدد مواهب الروح القدس اللي بيعطيها في الكنيسة برضو قال شبه الزمرد الزمرد ده لونه أخضر وده اللون الأخضر لون الحياة لون الأرض لون الزرعة لون الحياة نشوف اللون الأخضر نعرف أن هنا فيه حياة واللون الأخضر يعني أن الله لا يريد لنا الموت ولا الهلاك لكن يريد لنا الحياة لأن الله حي ويريد أن تكون لنا حياة حتى الراقدين أيضا في أشيئة الراقدين أيضا ما بدينا نصلي أشيئة الراقدين بنطلب أن الله يعولهم في موضع خضرة على ماء الراحة إشارة لأنهم عايشين حياة أبدية وليست هناك حياة بدون خضرة ولا ماء نكمل مع بعض الإراية وحول العرش 24 عرشا ورأيت على العروش 24 شيخا جالسين متسربلين بالثياب مضيب وعلى رؤوسهم أكليل من ذهب هنا بقى بنسمع عن طاومة سماوية عالية جدا هم الأربعة وعشرين قسيسا وفي بعض الترجمات قالت 24 شيخا لكن هيا الكلمة أصلاها بريزفيتيروس وابريزفيتيروس جاية من بريزفية يعني شفاعة فهؤلاء كان لهم عام الكهنوتي لأنهم بيقدموا أمام العرش صلوات القدسين لكن بعض الناس اللي ترجموا الكتاب المؤدس بيرفضوا فكرة الشفاعة وفكرة الكهنوت فرحهم ترجمينها شيوخ رغم أن بعض المواقع بيترجموها القصوص لكن لما يقصدوا كلمة التعليم لكن لما يقصدوا الكهنوت رحهم ترجمينها شيوخ وده يرجع لأنهم بيرفضوا فكرة الكهنوت لكن عموما كلمة الريزفيتيروس في اللغة الليلانية كانت تعي شيوخ لكن فيما بعد بقت مقصود بيها القصوص الكهنة على مدى الزمان يعني كله كان يقصد بيها كلمة الكهن عموما يعني مفروض ما نترجمش نفس الكلمة بمعنين يعني مفروض تبقى ترجمة واحدة كلمة واحدة يعني وفي الإنجليش مترجمة إلدرس إلدرس يعني الناس الكبار السن في الكنيسة هؤلاء الأربعة وعشرين قصيس كانوا متسربين بثياب بيض والثياب البيض ترمز للطهارة وللبر إلا أنها في نفس الوقت هي ثياب الكهنوت فهم لهم عمل كهنوتي وكمان شافهم شايلين مجامر في أيديهم ويقدموا بخور اللي هو صلوات القدسين يعني هنا بيقوموا بدور شفاعي لأنهم بياخدوا صلواتنا ويرفعوها أمام العرش لأن صلواتنا مو يجوز أن يكون تحوي بعض الأخطاء في التعبير أو في الطلب أو إلى آخره فهؤلاء بياخدوا الطالبات ويقدموها أمام العرش بطريقة سليمة منزلتهم العالية الرفيعة هؤلاء الأربعة وعشرين قصيس تتضح أن لهم عروش ولهم أكاليل فهم دول طامة سمائية ملائكية كهنوتية عملها الوحيدة والشفاعة وأربعة وعشرين بيرمزوا للأصباط الأتناشر في العهد الأديم وللعهد الجديد الأتناشر تلميذ فهم بيرمزوا للكهنوت في العهدين العهد الأديم والعهد الجديد وأيضاً لهم درجة ملوكية لأن لهم عروش ولهم أكاليل كنيسة تحتفل بيهم وتخصص لهم زكسولوجية مخصوصة في التسبحة تقال دايماً في تسبحة نص الليل نكمل مع بعض ومن العرش يخرج بروق ورعود وأصوات وأمام العرش سبعة مصابيح نار متقدة هي سبعة أرواح الله البروق والرعود والأصوات ده اللي كان بيحصل في برية سيناء لما ربنا بيظهر للشعب أو مثلاً لما ظهر الإيلية بيكلمه فكات الحاجات دي كلها تشير للخشوع عشان ربنا هيبتدي يتكلم أو تشير للرهبة والمخافة واللهبة اللي طليق بقوة وعظمة الله وتشير أيضاً إلى دينونة الله العادلة لكن ربنا مع خصته بقى اللي هما أصلاً في خشوع ربنا بيبقى لطيف وهادي معاهم ويكلمهم بهدوء البروق البرق ده بيسبق المطر والمطر كله خير وبركة بيشير للبركات الإلهية والبروق عمتاً تشير لوعود الله والبرق لما بييجي بيلمع في السماء وكل الناس بتشوفه برضو عود الله قوية وواضحة لكل الناس الرعود ده الرعد ده إنذار يشير للإنذار اللي مش عاوز يتوب ولي مش عاوز يتأثر بالوعود لكن الإنذارات تخوفه الأصوات دي بقى هي القرارات والأحكام الإلهية اللي بتعلن سلطة الله على السماء وعلى الأرض فالله أعطى وعد زي البرق كده مثلا قال إيه من يغلب يجلس معي في عرشي أعطى إنذارات مثلا قال له قال له توب وإلا فإني آتي وزحزح منهرتك دي حاجات خدناها قبل كده يعني فاللي بيستفده بيتوب بتصدر له أحكام وقرارات واللي ما بيستفدش من هذه الإنذارات وتعبه بتجيله قرارات بالعقوبة بعد كده نكمل سورة بتاعة العرش شاف سبعة مصابيح نار متقدة هي سبعة أرواح الله ده الروح القدس الكامل رقم سبعة رقم الكمال فالروح القدس بيقدم كل ما هو لازم للخلاص من ساعة ولادة الإنسان الولادة الجديدة في الماء والروح ويثبتوا في المسيح بالأسرار ويقودوا ويعلموا ويبكتوا ويوبخوا وينصحوا ويرشدوا ويعطيه قوة ويعطيه سمار ومواهب ولما شاف الروح القدس شافوا على شكلة مصابيح نار ولما الروح القدس حل على التلميذ حل عليهم مثل ألسنة نار وأمام العرش سبعة مصابيح قدام عينين ربنا في سبعة مصابيح نار وزي ما قلنا السبعة مصابيح دي تشير لعمل الروح القدس لأن نفهم منها أن خلاص الكنيسة خلاص المؤمنين والحفاظ عليهم ده عمل الروح القدس الروح القدس بيعمل في المؤمنين بيعمل فينا بيحافظ علينا بيقودنا في طريق التوبة بيرجعنا للإيمان لو ضعفنا ويتمم خلاصنا عشان يعد النفس البشرية تبقى عروس للمسيح وتلاحظ بقى المصابيح دي كاعتبار عن لهيب نار ألسنة نار ودي تمثل المؤمنين وهم سبعة مناير لسبعة كنايس يعني كل كنيسة ليها مصباح وإحنا كمؤمنين ملقانين من زيت الروح القدس أعملنا وجهدنا عبارة عن هو هو الزيت دهوت وأيضا كانت في خيمة الاجتماع كانت في منارة مضيئة كانت تضيق بالزيت وكانت تشير لأن الله عينه على المؤمنين بيحافظ عليهم نكمل إراية وقدام العرش بحر ذجاج شبه البلور وفي وسط العرش وحول العرش أربعة حيوانات مملوئة عيونا من قدام ومن وراء قدام العرش بحر ذجاج شبه البلور العالم إحنا بنشبه العالم بالبحر ليه؟ عشان ميته ملحة فالعالم ميته ملحة يعني اللي بيشرب من العالم بيعتش برضو اللي بيشرب من مية البحر بيعتش زائد كمان البحر مضطرب وأمواجه مرة عالية ومرة واطية ومرة كده ومرة كده برضو دي حياة العالم والإنسان اللي بيعيش في البحر بيغرق ويموت إشارة للي بيحيا في العالم إنه ويسيب علاقته بربنا فبيغرق وبيموت لكن هنا بقى بيشبه الكنيسة بالبحر شبه البلور ليه بقى؟ إيه الشبه بين الكنيسة وبين البحر الزجاج شبه البلور؟ المعمودية إنه إحنا كلنا تولدنا في المعمودية وفي العهد القديم كان فيه في الهيكل سليمان كان فيه بحر بيختسل فيه الكهنة قبل ما يدخله الهيكل فمتى يعني البحر بيشير للاختسال؟ وهنا أمام العرش فيه بحر وفيه سبعة مصابيح فالطريق للعرش بيمر من خلال البحر والمصابيح الروح المصابيح دي تشير للروح القدس فمحدش هيقدر يوصل للعرش إلا عن طريق الروح القدس والمعمودية أدي معناها فالبحر البلور الزجاجي يشير لكل أولاد الله بالمعمودية وإنهم أمام عيننا الله دايما باستمرار نلاحظ بقى أن البلور شفاف يرمز للنقاوة فالكنيسة فيها سر المعمودية لكن فيها سر التوبة والأعتراف لغفران الخطايا والتوبة تسمى معمودية تانية والبحر اللي كان في الهيكل دوت بيستخدم بطريقتين الكاهل لما يكون لسه في بداية خدمته وما يكون عن 30 سنة بيستحم كله فيه لكن بعد كده لا يحتاج إلا أنه يختسل دي ورقليه فقط لما ييجي داخل الهيكل فالمرة الأولانية تشير للمعمودية لكن المرة التانية تشير للتوبة مش محتاج كله بقى يختسل يا دوبك يغسل إيديه ورقليه وكله هما يشير إلى النقاوة وشبه البلور ده بيعكس مجد الله ومجد الله بتتلقلق على القدسين وبتعكس بتنعكس من عليهم يعني مجد الله بينعكس من على القدسين وبعدين البحر ده بلا أمواج لأن ما فيش أي اضطرابات في السمع فالبحر الزجاج ده بيرمز للكنيسة المولودة من المعمودية وهي ماتت مع المسيح في المية وقامت معاه وبقت نور لكل العالم وهي قدام العرش يعني هي محل اهتمام الله وقدام يعني بيهتم بيها وبيقضها بالروح القدس كده بقى نعرف حكاية البحر البلوري ده استفادنا منه إيه؟ أولا أن أولاد الله يجب أن يكونوا معمدين وتائبين وأنقياء منفصلين عن العالم وبيعيشوا في قيامة المسيح وهما نور العالم بيعكسه نور المسيح على العالم وعيشين في القيامة لا يقوموا عمل الروح القدس بل بالعكس بيستجيبوا لإنذارات الله وصوته وبيستفادوا من عمل الكهنوت الأرضي وبيستفعلوا من شفاعة السمائيين من أجلهم دي كانت الجزء الأولاني من الإصحاح الرابع ونكتفي بهذا القدر وإن شاء الله المرة الجاية نكمل لإلهنا المجد والكرامة في الكنيسة إلى الأبد آمين اشتركوا في القناة